جيمي هبدأ معاك بالتيلة يلا فيه المهاجم للنادي الأهل الجديد؟ وهل فيه أصلا مهاجم للنادي الأهل الجديد؟ ولا الأهل مش هجيين مهاجمين؟ بصة كريم القصة مش والدت النهاردة ولا والدت مبارح كما أثير أنه الأهلي بدأ يستعلم عن بعض اللاعبين في الأولى الأخيرة الأهلي شغال على الملف من أكتر من شهر ونص وحصل أكتر من جلسة مع مارسي الكولر كان أخيرهم في الإمارات بعد مباراة السوبر تم اتخاذ القرار النهائي فيما يخص ترتيب أولويات النادي الأهل فيما يخص التعاقد مع مهاجم كده كده فيه مهاجم مليون في المية فيه مهاجم هذه واحد اتنين ترتبهم كان عامل إزاي؟ اتعرض بعض اللاعبين اتقسموا الأكتر من كاتجري لسكاوتينج بتاع النادي الأهلي ولجنة الكورة شركة الكورة ولجنة الكورة اشتغلوا عليهم خلال الفترة اللي فاتت يعني هم مركبت على الشغل وكله خلص المتقسمين إزاي؟ اللاعب الفلسطينيين تحديداً اتعرض أكتر من اسم وتم الاستقرار على وسامة أبو علي اللي هنحكي خصته دلوقتي اللاعب اللي بلعف نادي سيريس السويدي حطه على جنب بعدين في بعض اللاعبين تحت السن اتعرضوا خلال الفترة اللي فاتت على مرس الكورة تلاتة اللاعبين المصريين ولم يجز اللي برضو هنجيله بعد شوية إلا مروان حمدي مروان حمدي لاعب النادي المصري نروح له وسامة أبو علي وسامة أبو علي لعيب بيحمل الجنسيتين الفلسطينية والدنمركية الراجل عنده 24 سنة موليد 99 الراجل ماشي بشكل ممتاز مع فريس سيريس اللي بيلعب في الدورة الممتاز السويدي الأهلي كل اللي حصل من النادي الأهلي عشان فيه كلام كتير جدا جدا اتقال الراجل وجمعني حديث مع المدير الرياضي لنادي سيريس السويدي أمس كلمت معي هل في عروض رسمية من النادي الأهلي هل في حد يكلمك قراركو كان ايه الأرقام اللي انتو طلبينها طب ايه الدنيا ماشية ازاي قال للتالي رقم واحد انه لم نتلقى عرض رسمي من الاساس من النادي الأهلي رسمي مفيش تلقينا استفسار وعرض شفهي مؤخرا ده كلامه بالنص زي ما انا بقوله تلقينا استفسار طيب الراجل ده جاء له عرض رسمي وحيد رسمي بقيمة مالية رسمي بقيمة مالية من النادي أوترخت الهولندي العرض ده بكام عشان هقولك ايه قصة الكورونا وليه الكورونا مع الطالة الموضوع هم بيتعاملوا اه بالدولار زي بقيت كل انديات العالم لكن القصة والريفرنس والبينشمارك اللي حطينه ليه الارقام اللي بياخدوها في اللاعبين او تعاقداتهم بالكورونا مليون كورونا الدولار بعشرة كورونا اللي هي العملة السويدية فجال لهم ده العرض الرسمي الوحيد طيبالاهل يستفساره كان ايه والاهل يعرج كام الاهل يعرض عشرة مليون كورونا كعرض شافاهي يعني مليون دولار يعني مليون دولار شوفت نر parole شاطر في الحساب انا هحس ان هو كان نفسه اتجر في العملة انا نفسه professionals العرض اللي راح لهم شافاهي من النادي شافا刻 تاني بأكد المرة مليون لا توجد اي عروض رسمية. الناس تكلمت على ان فيها عرض رسمية راح. وترفض. والاهل الرجع رافع. والاهل الرجع. الكلام ده لم يحدث. ده على عهدة الراجل المدير الرياضي بتاع نادي سيراس سويدي. طيب ايه اللي موقف الدنيا ومعطل الدنيا? هناك هم الراجل على حسب كلامه عايزين في اللاعب عشرين مليون كورو. يعني اتنين مليون دولار. يعني اتنين مليون دولار. بسلا بسلا. طيب. الاهلي مش هيدفع اتنين مليون دولار. خالص طيب الاهلي الاهلي ده بقى نروح ناحية الصيدة على النادي الاهلي الاهلي كلف كلف مهندس خالد عبدالقادر عضو شركة الكور بمتابعة الملف مع امير توفيق مدير لجنة تسويق والتعاقضات فيما يخص النادي انه هم اللي هيتابعوا الملف طب ليه الدنيا ويقفت دلوقتي بسبب الاعيات والراجل قال لي احنا جونسان ادرستروم قال لي مش هنشوف اي حاجة ولا هناخد اي قرار ولا هنتكلم في اي حاجة اللي يوم اللي يوم 8 يناير بعد نهاية الاعيات 8 يناير فما فيش اي حاجة من هنا لحد 8 يناير فيما يخص النادي تعال روح للعب بقى وعلى مسئوليته وعلى مسئوليته وعلى مسئوليته موقع عقود انتقاله للنادي الاهلي الكترونيا من 10 ايام موقع عقود انتقاله للنادي الاهلي مدة 4 سنوات ونصف الكترونيا وتم الاتفاق على كل حاجة بس دي الوقت واقول لك حاجة بصراحة انا مبارح يعني بعثنا ليه وكيل اعمال اللعب وهو رد علينا وقال لنا انه ما فيش اي مفاوضات مع النادي الاهلي وقال لنا انه اللاعب هدفه لاستمرار في اوروبا مش حابب بيبقى موجود في قرية افراكة دلوقتي انا بقول لك على مسؤولية لا انا بقول لك بس الراعي التاني طبيعي طبيعي ايه قال لمخال الدنيا هناك برضو الناس عمالا بتغالي شوية اللاعب مؤخرا بعد الانباء اللي انتشرت في الصحافة السويدية مش في مصر في الصحافة السويدية ان في مفاوضات مع كده كما لقبوا بالعملاق القاهري النادي الاهلي وانهم عرضين 10 مليون كورونا الرقم اللي انا بقوله لك دلوقتي 10 مليون كورونا اللي هم المليون دولار دخل نادي مالمو السويدي مالمو السويدي واكبر انديت السويد في السنوات العشر الاخير مالمو السويدي على الخط برضو بمفاوضات شفاهية مجرد استفسار لوكيل اللاعب يعني حتى الراجل المدير الرياضي النادي سيريس ما جالوش ما جالوش اي حاجة من نادي مالمو مجرد استفسار لوكيل اللاعب وانا بقولك على ودية الراجل موقع اربع سنوات ونصف للنادي الاهلي للنادي الاهلي ولكن تبقى ما بين قوسين أزمة الكورونا والرقم اللي هم طلبينه العملة السويدية ما بين قوسين الرقم اللي هم طلبينه هناك حتى اللحظة دي هو الرقم بعيد جدا والأهل مش هيدفع رقم ده فلو فضلوا متمسكين بالرقم ده اعتبر العيد مش موجود عكس بقى ما يقار يعني لو بقوا مليون نص يبقى كل شيء بعد 8 يناير يخضع للتفاوض ما بينهم وما بين النادي الأهل حلو يبقى كل شيء مفتوح للتفاوض سؤالة هل ده معنا ان المودس تنمشي في هناك مودس تمكمل حتى اللحظة اللي انا بكلمك فيها حالة انو احنا عاديين وكولر طلع عجازة يعني فيش حاجة تحصل بعد ما الراجل يرجع المودس تمكمل مع النادي الأهلي اللي انا بكلمك عليه دلوقتي هو وسامة أبو علي لعيب فلسطين هيعمل معاملة المصر انو درمارك فلسطين هيعمل معاملة المصر ماريش علاقة خالص بأنتوني مودس تبقى من عدم ممتاز